السلام عليكم اهلا وسهلا بكم معكم محمد زاد ومرحبا بكم في درسي اليوم اللي حنتعرفوا فيه على اهم القوام الرئيسية في برنامج المايكروسوفت باوربوينت اول شي هنروح هنفتحوا البرنامج اللي هو المايكروسوفت باوربوينت واللي سبقوا عرفنا في الدروس الماضي على شين هو البرنامج شين استخداماته والفايدة الخاصة بيه اللي اي حد ما شاهدش الفيديو هتلقوا الرابط الخاص بي خاص بالدروس السابق اسفل الفيديو وايضا سبقوا تعرفنا على طريقة انشاء مشروع جديد في البرنامج فحاليا مش لازم نذكر شي هذا بس هنبدأ مشروع جديد اللي هو البلانك بريزمتيشن او البرزمتيشن الفارغ بمجرد ما يفتح البرنامج حيكون بالواجهة او بالاسلوب هدا هذا طبعا في حالة ان يتم استخدام نسخة البيكروسوفت اوفيس باوربوينت 2016 او 2013 باقي الاصدارات حتكون شبيهة ولكن مش بالتمام لكن 16 و13 اقرب هلو من بعض وغالبا هيكون بالوضعية هذي تماما سواء كان بالعربي او بالانجليزي مش تفرجش انا حاول حنشرح كل شي بالعربي بس كل حد يفضل يشتغل باللغة اللي هو يفضلها فغالبا انك تخدم بالباوربوينت مثلا نسخة انجليزية تكون اسهل لان التعلم انك انت تتعلم كيف استخدامه غالبا هيكون انك تتعلمه بالانجليزي اسهل لان المصادر افضل هنا حاليا نحكي في البداية لكن حاليا خاصة ان المحتوى العربي قاعد يكون اثرة و اثرة زي ان شاء الله نكون جزء منه والحمد لله قاعد نقل في المعرفة فمصادر التعلم باللغة العربية قاعدة تزيد لذلك انا حنحاول نشرح كل شي بالعربي بمجرد ما يفتح البرنامج حيكون بالوضعية هادية حتكون في عندك مجموعة من القوائم اليوم حن في الدرس هذا حن نتعرفه على القوائم هذه بس مش اكتر لكن احنا مع نهاية السلسلة ان شاء الله حن تكون مهاراتنا في البرنامج قوية هلبة بحيث ان نقدروا نصنعه تيمبلتس او قوالب خاصة بنا وسبقوا تعرفنا في الدروس ماضية شن هي القوالب فتوى بس هنتعرفه على القوائم اول قائمة اللي هي قائمة هوم هوم لواحدها استخدامها مش ممكن يعني انا حاليا بمجرد ما افتح لي عندي صفحة فاضية مكتوب فيها click to add a title باش نضيف عنوان يعني مثلا اكتبت خلنا ندرو مثلا بالانجليزي ندرو facebook page او صفحة فيسبوك يعني انا دفت بس كلمة ما فيش اي شي تاني بمجرد ما نضيفها قائمة هوم هتسمح لي بشني هتسمح لي غاء الخدمة او الوظيفة الاساسية الخاصة بها هي التعديل على الاشياء الموجودة فسط الصفحات او فسط slides او فسط pages يعني انا في كل صفحة موجود عندي صور وموجود عندي الكتير من الاشياء الهوم تقدر تساعدني في خلينا نقولوا في ان ايه مثلا نتحكم في مكان الصورة يمين او يصار او في الوسط او غالبا اسخدامها يكونوا مع النصوص انه مثلا عندي نص مكتوب انه مثلا نزيد حجمه نغير نوع الخط نخليه في النص فوق او لوطة انه ندير مسافات بين الكلمات او بين السطور انه مثلا نضيف اشكال زي ما موجود عندنا هنا او مثلا عندنا هنا تغيير الخط الحجم الخصائص متاع الخط نفسه انه يكون مثلا غليض او bold او مثلا اتالك مائل او انه يكون تحته خط اولاين في هلبا اختيارات احنا او مثلا انه يكون وراه خلفية او لون يعني يكون فيه background ليه او يكون فيه مثلا عند outline يعني زي البوكس يكون يخططه لك بالوان خلينا مثلا نديره شاب outline طبعا حاليا قاعد نسمي فيهم بسرعة لان احنا هنتعرف عليهم بروية جدا جدا في الدرس القادمة لك احنا حاليا موضوعا انه نتعرف على القوائم الموجودة هنا بشكل اساسي فهذه هي ببساطة قائمة هوم تساعدك هلبا في ادارة النصوص لموجودة عندك وتساعدك في الصور او في اي شيء يعني في اي شيء حتساعدك انه تغير align يعني تخليه مين او يساره في الوسط لكن غالبا انتخدم عند النصوص لتغير خطها او حجمها او اي كان الخصائص الخاصة بها ثاني قائمة موجودة اللي هي عندنا insert او اضافة في قائمة اضافة جلية واضحة من اسمها نقدر نضيفه اي شيء احنا حاب نضيفه من القائمة هذي يعني اي الحاجة حاب نضيفها حنضيفها ونقدر نقسمهم لجزئين نقدر نضيفه اشياء هي مش موجودة يعني مثلا منضيف صورة او بنضيف فيديو او بنضيف جدول وفي نفس الوقت نقدر نضيفه حاجات للاشياء الموجودة يعني الى حد ما زي هوم ان هي حاجات موجودة حنعدلوا فيها يعني مثلا انا عندي النص هذا اللي هو الفيسبوك بيج نقدر نضير link عم تدرت link مثلا حنقدر نربطها بحاجة موجودة عندي في الجهاز هنه زي ما تشبه هنه عندي في الخيارات فهنه هذي درتها كإضافة لحاجة هي موجودة يعني ما نضفتهاش وزي ما تشوفه مثلا عندنا الشي بس هدومي الاشكال نفسهم اللي موجودين في هوم هم بشكل اساسي موجودين في insert insert يعني اي حاجة احنا حابين نضيفوها للجدول للسلايد هذا او للبيج هذي او للصفحة هذي حنلقوها في القائمة بتاع insert او اضافة القائمة اللي بعدها هي قائمة design او تصميم ايضا نسمها جليه ان هي تهتم بتصميم كل صفحة يعني مثلا احنا احنا سلايد هذا او صفحة غالبا نسموها سلايد او بيج نقدر نغير لها شكلها لو تلاحظوا ان كلمة فيسبوك بيج تتغير لانه لانه هي مخزنة كتايتل اساسي حاليا كعنوان اساسي لانه هي البرنامج اللي عبيتها هني فارغ اعطاني زوز عناوين اعطاني هنيه التايتل الصغير و تايتل كبير ونكتب في هذا فيسبوك بيج بمجرد ما نختار تيمبلت هذا يعتبر تيمبلت واتي وحنا تعرفنا عليه سابقا حيغير لي مكان الفيسبوك بيج الاساسية واللي تحتها الفرعية حسب تنسيقها في التيمبلت لانه هي في التيمبلت او في القالب الواتي هذا هو عنده اسلوب ليووضع كل شيء في مكان معين مش زي امت انا نبدأ بتمبلت فارغ عندي نختار ونحطها هونك انا ندفها هنين وناخد الفيسبوك بيج تاني هنين نحطها وما نبي فهدي قائمة ديزاين تهتم بش ناحية التصميمية للموضوع او للسلايد او للبيج بالنسبة للقائمة البعدة هي ترانزيشنز او التحويلات تحويلات هدي مهتمة ام تحنيحها بين تنقلوا من سلايد لسلايد يعني مثلا احنا عندنا سلايد واحد بس نقدر ندرولها كنترول سي كابي بعدها ندروا كنترول في عندنا زوز نقدر احنا حاليا نختارو التنقل بين ازا ما تشوفو حاليا هذا حاليا ندخل السلايد نفسه ونقدر نستخدموه امتا حابين ان ندروه الانيميشن او الافكت هذا امتا ننتقلو من السلايد الاول لسلايد التاني هذه هي ترانزيشنز يعني التحويلات من حاجة لحاجة اما بالنسبة للقائمة اللي بعدها اللي هي الانيميشنز شبيهة بها جدا لكن تختص بشكل اساسي في الانتقال في الحاجات الموجودة او في الاشياء او في الادوات اللي استخدمناها فصل السلايد نفسه يعني نقدروا نستخدمو الانيميشنز في ان ننقلو مثلا عم تيكون السلايد في الاول اكحل تطلع مثلا في الاول الفيسبوك بيج بعتلي يطلع البوكس الاخضر طبع التالي تطلع كلمة الفيسبوك بيج هيا يعني كل مرة تطلع حاجة الحاجة هي امن تطلع او الاداء هادي امن تطلع تطلع من اللي مين للي صار او تكون متلا هي مختفية وتبدأ تطلع بشوية بشوية او جي وهي تلف تطلع وهي تلف فهادي هي احنا من هي حتطلع زي الترانزيشنز او حتجي بشكل حركة زي الترانزيشنز لكن بيفكت احنا نبوه بيسدوب احنا نبوه او بترتيب احنا هنختاروه للاشيئ يعني نختارو اما هي التي تطع قبل اما هي تطلع الاخيرة باختيار الانيميشن بين يعني احنا بعد من نديرو انيميشنز لكل الاداء او لالادوات اللي حابينها نختارو من الانيميشن بين او من لوحة التحرك او الحركات اي حاجة تطلع قبل التانية ومن الوقت نختاره ووقت كل حاجه وامده سأطلعه بالنسبه للسلايد شو تهتم بشكل اساسي بعرض السلايد يعني مثلا امت العرض المرئيه ويبدأ في اما سلايد ويتم في اما سلايد هل يبدأ من السلايد الاول هل يبدأ من مثلا السلايد اللي انا حاليا فاتحه او فيه خيارات مثلا اني نعرضها اونلاين او اني نخلها واني نعرض في السلايد ندير لي التسجيل كل الخيارات هدي يعني اي حاجه لها علقه بالسلايدات يعني مش هتضيف شي يعني بعد ما انت تكمل لبرزنتيشن متاعك وتأكد عليه وتضيف لكل الانسرت او الحاجات اللي انت تحابهم والديزاين متاعك يكون تمام وتكون فيه ترانزيشن وانيميشن السلايد شو خيار لعرضه متاعك ايه في حابة عرضه اما بالنسبه للثالث القوائم خلينا نقوله اربع القوائم اللي فاضله اللي هي رفيو وفيو وهلب وستوري بوردنج بالنسبه لي هلب مش هنحتاجه هلبة فالعادة يعني صعب انك تحتاجها خلينا نقوله لانه في حالة ان اي حد احتاج اي مساعدة في اي نقطة انه هو يسأل المجتمع اللي يستخدم في البرنامج هيكون اسهل من انه هو يرسل الشركة فقائمة هلب بس ان هي تقدر تتواصل مع ميكروسوفت او الفريق الخاص بتطوير ميكروسوفت اوفيس باوربوينت حتى يساعدك في حالة وجهتك اي مشكلة اما بالنسبه لي قائمة فيو فتساعدك في العرض ايضا يعني مثلا حابين نعرضوه نعرضو مثلا صفحة الخاصة بالملاحظات ان ديرو زوم مثلا نقربو او نبعدو او نفتحو شاشات جديدة او نوافد جديدة استخدامنا لها غالبا يكون ناقص او مش كبير هل بزيباقي القوام اما بالنسبه لي قائمة رفيو فهي بعد ما انا كملت ايضا يعني بعد ما اخترت حتى مثلا سلايد شو او طريقة العرض الخاصة بيه في رفيو هنا مثلا هندير زي ما نقوله التشيك الاخيرة او دابل التشيك ان انا ناكد على الشي مرتين او ثلاثة انا خلاص كل شي تمام مفيش اخطاء املائية مفيش اخطاء نحوية مفيش اي مشكلة ان انا كل الفيديوهات مثلا اذا نستجلب فيها او نستورد فيها من الانترنت بروابط تشتغل في حالة انا في نت بس نحاول ان انا ناكد في كل شي تمام بعد تالي ندير خيار اند رفيو ان انا كملت الرفيو متاعي وتمام كل شي تمام بالنسبه للستوري بوردنج ايضا كالثلاثة القوام اللي سابقتها ما نستخدموش فيها الى الا في خيار واحد بس اللي هو خيار استوري بورد شايبس اللي هو يسمح لك انك تستخدم خلينا نقوله مكتبة واسعة من الشاشات او من الاشياء الموجودة في نظام ويندوز انك تقدر تضيفها للبرزنتيشن بتاعك بدون الحاجه لتصميمها او صناعتها او حتى استيرادها من الانترنت او محاولة البحث عليها يعني مثلا انا احب ان يكون عندي تصميم او صورة مبسطة لقايمة ابدا في الويندوز فريد انك تقدر نلقاها ستارت سكرين بس ندير عليها دابل كليك هتكون عندي موجودة او شير بوينت ستارت مينيو وبراوزر اي ان كان حاجه الاشياء اللي هتكون موجودة هنا هتكون 99% منها متعلقة بميكروسوفت يعني مش هتلقى شي متلا موجود ليه علاقة بماك او ليه علاقة بلينكس او ليه علاقة باندرويد او ليه علاقة بالانظمة التانية اغلب الحاجات او الخلفيات او الموجودة او الاشكال هتكون لها علاقة بميكروسوفت الطريقة مباشرة تقريبا هذا كل شي بالنسبة للقوائم الموجودة عندنا واللي هنحتاجوها او اللي هناخد معلها بشكل مباشر اكتر شي في قوائم مواقة نستخدموها من حين لاخر هي متكونش موجودة ديما بس في ادوات معينة امتى نستخدموها هتكون عندنا قوائم تخيارات اضافية لكن نقدر نقول ان الدرس هذا تم وان شاء الله تكون تعرفتوا على القوائم الاساسية في برنامج Microsoft Office PowerPoint ان شاء الله تكونوا سمتعتوا الصفات بدرس هذا وكان بسيط وممتع بالنسبة ليكم وان شاء الله نتلقوا في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة